التقى رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب وزيرة الاستثمار وتعاون الدولي بجمهورية السودان أحلم مدنه مهدي جاء ذلك في إطار زيارتها لمصر ببحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وأعرب عبدالوهاب عن الاهتمام الدائم للحكومة المصرية بالتواصل مع الجانب السودانية والعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثمارية وتشجيع مجتمعات الرجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان من جانبها عبرت الوزيرة السودانية عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرة المصرية وبصفة خاصة لتتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين وإعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات